اشتركوا في القناة أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله جميعا حيثما كنتم ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الأخيرة من سورة الدخان أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها يا رب اللهم آمين امتهينا في الحلقة الماضية عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا ما كنتم به تمترون هذا تبكيت وتوبيخ من الله سبحانه وتعالى لأصحاب الجحيم لأصحاب شجرة الزقوم بعد أن ذكر نكالهم وعذابهم وطعامهم وأغلالهم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون هذا كقول الله سبحانه يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ثم بعد أن ذكر حال الأشقياء وأوجاعهم وأغلالهم ونكالهم ثنى بعد هذا بذكر حال السعداء ولهذا القرآن الكريم كتاب متشابه مثاني يذكر حال الأشقياء فيثني بعد ذلك بذكر حال السعداء يذكر أهل الهداية فيعقب بعدها بذكر أهل الضلالة وهكذا إن المتقين ألين اتقوا الله في الدنيا فاجتنبوا مساخطه والتزموا أوامره في مقام أمين في الجنة حيث يأمنون من الموت ويأمنون من الخروج من الجنة ويأمنون من كل هم ونصب ووصب وحزن وجزع وتعب ويأمنون من الشيطان وكيده ومن سائر الأكدار والمصائب الدنيا دار لا كدر الجنة دار لا كدر فيها ولا نصب فر شاسع بين الدنيا وقد جملت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار هذه الدنيا بأوجاعها ومعاناتها فإذا حط الصالحون رحالهم في الجنة فهم في مقام أمين أمن التعب أمن الموت أمن الخروج أمن الأحزان أمن الأكدار أمن الشيطان وحبائله ووساوسه ومصائبه سبحان الله في مقام أمين في جنات وعيون هذا مقابل ما ذكره الله جل جلاله عما فيه أهل الشقاوة عندما قال من شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم ثم شرع القرآن الكريم في الحديث عن لباس أهل الجنة يلبسون من سندس واستبرق متقابين السندس الحرير الرفيع كالقمصاني ونحوها استبرق الحرير الغليز الذي فيه بريق وفيه لمعان كالرياش ومن يلبس على أعالي القماش متقابلين متقابلين على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره على سرر متقابلين ثم قال كذلك وزوجناهم بحور عين أي هذا العطاء مع ما قد منحهم الله جل جلاله من الزوجات الحسان الحور العين التي لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن من أحسن ما تشتهيه الأنفس في الأخيات للرجال نساء الجنة وهن الحور العين وللنساء أيضا ما يقابل ذلك من النعيم هذا سؤال باستمرار يرد ذكر الله نعيما الرجال في الجنة وما أعده لهم من الحور العين فماذا عنا نحن معاشر النسوة إن من حكم الله العظيم أنه لم يذكر بالتفصيل ما للنساء مقابل ما ذكره من الحور العين للرجال لأن ذلك من دواعي الخجل بالنسبة للنساء وشدة الحياء بالنسبة لهن فكيف يرغبن في الجنة بما يثير حياءهن ويستحين من ذكره والكلام فيه فاكتفى بإشارة مجملة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم القرآن الكريم تحدث عن وصف الحور العين في الجنة في مواضع كثيرة قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون مكنون مستور عن الأعين والريح والشمس الذي يكون لونه من أحسن الألوان لا عيب فيه بوجه من الوجوه فكذلك الحور العين كاملات الأوصاف جميلات النعود من تأملهن لم يجد إلا ما يسر الخاطر ويروق النازر قال أيضا كأنهن الياقوت والمرجان الياقوت في صفائه واللؤلؤ في بياضه قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أتراب معنى عربا أي متحببات إلى أزواجهن ابن عباس يقول العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون أتراب في سن واحدة سن ثلاث وثلاثين سن أهل الجنة أتراب قالوا متواخيات في الخلق ليس بينهن تباغض ولا تحاسد كما يكون بين الضرائر في الدنيا عربا أترابا لأصحاب اليمين فيهن خيرات الحسان خيرات الأخلاق وحسان الوجوه أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن نساء أهل الجنة طهرن من الحيض والبولي والغاية وكل أذى يكون في نساء الدنيا أيضا طهرت بواطنهن من الغيرة وأذى الأزواج وتجنيهن عليهم وإرادة غيرهم وهذا طرف مما ذكره القرآن الكريم على الحور العين في السنة المطخرة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام يقول إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة نعم قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغ لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن وفي حديث أنس لو أن مرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها لو أطلت بوجهها لأضاءت ما بين السماء والأرض فترى أي نور وجمال في ذلك الوجه الحسن وأي رائحة طيبة تنبثق منهن أما لباس الحور العين فحسبك أن تعلم أن المنديل الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها من متاع وروعة وطبيعة خلابة وقصور شايقة فسبحان خالقها ما أعظم وهنيئا لمن كانت له وكان لها نصيفها يعني خمارها النصيف هو الخمار نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها شاعر يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص البنان كأنه عنم يكاد من اللطافة يُعقدوا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين مهما طلبوا من أنواع الثمار في الجنة أحضر لهم آمنون من انقطاعه آمنون من امتناعه بل يحضر إليهم كل ما أرادوا القرآن الكريم تحدث كثيرا عن فاكهة الجنة فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون حديث عن فاكهة الدنيا أنظر مقابله في فاكهة الآخرة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون يدعون فيها بكل فاكهة آمنين فيهما فاكهة ونخل ورمان في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون ثم قال قطوفها دانية وجن الجنتين دان لا يحفظ إلى نصب ولا مشقة ولا رهق لكي تصل إليه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هذا الاستثناء يؤكد النفية فهو الاستثناء المنقطع معناه لا يذوقون فيها الموت أبدا سبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وفي حديث مسلم أيضا عن أبي هريرة وأبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وبالمناسبة أهل الجنة لا ينامون في حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أهل الجنة قال النوم أخ الموت وأهل الجنة لا ينامون متعة النوم يحتاجها أهل الدنيا راحة لهم لما يتعرضون له من تعب أو مرض يحتاجونه لضعف أجسادهم وحاجتهم إلى النوم أما في الجنة فالسعادة مكتملة والنعيم مكتمل ليس في الجنة نوم ولا موت ولا مرض ولا هرم ولا هموم ولا غموم ولا أحزان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم قال تعالى ووقاهم عذاب الجحيم مع هذا النعيم العظيم المقيم سلمهم الله جل جلاله ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم حصل لهم المطلوب ونجاهم من المرهوم فضلا من ربك هذا كله محد فضل من الله عز وجل محد رحمة من الله بعباده السعداء الذين سعدوا في الجنة النبي صلى الله وسلم يقول في الصحية اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل ثم قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرأه فإنما يسرناه بلسانك يسرنا هذا القرآن أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك باللغة العربية التي هي أفصح اللغاتي وأجلاها وأعلاها وأحلاها لعلهم يتذكرون يتطعظون وينزجرون يتفهمون ويعلمون ومع هذا الوضوح الشديد والبيان الجلي وجد من الناس من كفر وخالف وعاند ولهذا قال الله للنبيه فارتقب إنهم مرتقبون انتظر فإنهم منتظرون وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة إنها لك يا محمد ولأصحابك ولأتباعك ولمن تبعك منهم إلى يوم القيامة ولإخوانك من قبل من النبيين والمرسلين ومن اتبعهم من المؤمنين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إنا لننصوا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذاب أحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا اللهم علمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرف النهار على النحو الذي يرجعنا اللهم امين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أن استغفرك وأتوب عليك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة